أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آخدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشخر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاحتم من المشركين ثم لم ينغسوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واحسروهم وغعد لهم كل مرسة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة فخلوا وآتبوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحدا عند الله وإند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يزهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ضمة يرزونكم بأفضاههم وتعبى طلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ضمة وأولئك هم المعتدون وإن تابوا وأقاموا السلاة وآتبوا الركات فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثر أيمانهم من بعد عهدهم وتعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا يائي أيمان لهم لعلهم ينتحون ألا تقاتلون يقوما نكذوا أيمانهم وحموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين ويضيب قيز قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تترك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك عبتت عمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقوم السلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المختدين أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عزم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم لربهم برحمة منه ورزوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها عبدا إن الله إنه أجر أزيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفو على الإيمان ومن يتولغم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادا ومساكن ترزونا أحب إليكم من الله ورسوله إن رسوله وجاد في سبيله فتربس حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نسركم الله في مباتنا كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تقن عنكم شيئا وزاقت عليكم وزاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الوذين كفر وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمهم غازا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فزله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما عرم الله ورسوله ولا يدينون دين العق من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يده وهم صاقرون وقالت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قول بعفواه يظاهئون قول الذين كفروا من قبل من قبل قاتلهم والله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واهد الله إلها إلا هو سبحانه أما يشركون يريدون أن يدفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالغدا ودين الحق وليزهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أنبال الناس بالباتل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الزهب والفزة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوقوا ما كنتم تكنزون إن إنه إن إدت الشهور إن الله إثنى عشر شحرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة خرم ظالك الدين القيم فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُزَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُغَاتِئُوا إِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ما هرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما هرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَالِهِمْ فَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اصَّاقَلْتُمْ إِلَّا إِلَى الْأَرْزِ أَرَزِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَظِّمِكُمْ عَزَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْتِلْ قَوْمًا قَيْرَكُمْ وَلَا تَزُرُّوهُ شَيْءًا وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَسَرْهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرْصَانِ يَسْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَغُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَأَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَى وَجْعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفْلَةٌ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفروا خفافاً واسخالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ظالكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا لاتبعوك ولكن بأدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لفستتعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أفالله أنك لمأذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعزنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأنفالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعزنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له أدتاً ولكن كرن الله بآسهم فصبتهم وقيل اغعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوزعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتقبوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وزعر أمر الله وهم كارخون ومنهم من يقول أظل لي ولا تفتني على في الفتنة سقت وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مسيبة يقول قد انخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وعبهم فرخون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربسون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربس بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أو بأيدينا فتربسوا إنا معكم متربسون قل أنفقتوا أن أوكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم إن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كصالا ولا ينفقون إلا وهم كارخون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزاغ أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجعا أو مقارات أو مدخلا لبلوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أؤتوا منها رزوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسختون ولو أنهم رزوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فزله ورسوله إنا إلى الله راقبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمليين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريزة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أزن قل أزن أزن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرزوكم والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جأنم خالدا في ذلك الخزي العزيم يحذر المنافقون أن تنظل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحزرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوز ونلعب قل أب الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا خذ كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعزم طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعزهم من بعز يعمرون بالمنكر وينعون عن المعروف ويقبزون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وأدى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي أسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم غوة وأكثر أمضالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خازوا أولئك أبتدعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتيم نبأ الذين من قبلهم قوم نوع وآدف وسمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات والمؤتفكات أتدهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليزلمهم ولكن كانوا أنفسهم يزلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضي يعمرون بالمأروف وينعون عن المنكر ويقيمون السلاة ويؤتون الزكاة ويتيعون الله ورسول أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها ومساكن تيبة في جنات أدن في جنات أدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العزيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعواهم جهنم وبئس المسير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا نعقناهم الله ورسولوا من فزله فإن تتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من وليا ولا نسير ومنهم من آخد الله لئن آتانا من فزله لنسدغن ولنكونن من الصالحين فلما أتا آتاهم من فزله بخلبي وتولوا وهم أرزون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرا ونجواه وأن الله 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 القيوب الذين يلممزون المتوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا جهدهم فسيخف فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي الغوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكروا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرق النار جهنما شدوا هرا لو كانوا يفقخون فليضحكوا غليلا وليبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى تائفة منهم فاستعزنوك للخروج فقل لن تخرج مئي أبدا ولن تقاتل مئي عدوا إنكم رزيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا ما الخالفين ولا تسل على أحد منهم مات عبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزعف أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة عن عامن بالله وجاهد مع رسوله استعزنك أولو التول منهم وقالوا زرنانكم مع القائتين رزوا بأن يكونوا مال خبالف وتبع على قلوب فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأنفالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلقون أدى الله لهم جنات تجريم تهتي على نغار خالدين فيها ذلك الفوز العزيم وجاء المعزرون من العراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله كذبوا الله ورسوله سيسيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الظعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسحوا لله ورسوله ما على المحسنين ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيز من الدمع تفيز من الدمع حزناً لا يجد ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أقنياء رزوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على غلوب فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبعنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم القيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرزوا عنهم فأعرزوا عنهم إنهم رجص ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاءاً بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترزوا عنهم فإن ترزوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين العراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا دود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن العراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن العراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وسلوات الرسول لإنا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمتي إن الله قفور رحيم والصامقون الأولون من المهاجرين والأنسار والذين اتبعوهم بإحسان رزي الله عنهم ورزو عنهم وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبداً ظالك الفوز العزيم ومن منعوا لكم من العراب منافقون ومن أحل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى أذاب أذيم وآخرون اعترفوا بزنوبهم خلتوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تتحرهم وتذكيهم بها وسل عليهم إن سلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن إباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التبواب الرحيم وقل إملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم القيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله أليم حكيم والذين اتخذوا مسجداً زراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفنا إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبداً لمسجد أسساً أسساً على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يهبون يهبون أن يتتحروا والله يهب المتحرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورزوان خير أمن أسس بنيانه ولا شفاجر في نار فنوار فيه في نار جهنم والله لا يهد القوم الظالمين لا يزال بنيانهم بنيانهم والذي بنريبة في قلوب من الله أن تقطع قلوبهم والله أليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيغتلون ويغتلون وعداً عليه عقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيئي ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون الآبدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناغونان المنكر والحافزون لغدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباً من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم ليبيه إلا أن من وعدته وأدهى إياه فلما تبين له أنه أدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواح حليم وما كان الله ليذل قوماً بعد إزاداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السمابات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد طاب الله على النبي والمواجرين والأنسار الذين اتبعوا في ساعة الوسرة من بعد ما كان يذيق غلوب فريق يذيق غلوب فريق منهم صم طاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى السلاسة الذين خلفوا حتى إذا زاغت عليهم الأرض بما رهبت وزاغت عليهم أنفسهم وزنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه صم طاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرعب بأنفسهم النفس ذلك بأنهم لا يسيبهم زمع ولا نسب ولا مخامسة في سبيل الله ولا يتاعون موت أي قيز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يزيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة سغيرة ولا كبيرة ولا يعتعون باديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسنا ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم تائفة ليتفقه في الدين ولينزروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار بل يجدوا فيكم قلزة وعلمون أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادت خوازي إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نزر بعزهم إلى بعزنا هل يراكم من أحد ثم سرفوا سرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لغد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تبلوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل يوجد فأصاب اجASSتركوا في القناة شكرا